وشوفوا مصر وراهي رايحة مصر إلى ثورة جياء عارمة هني نقولها لكم من الآن من هنا نحن على بواب أشهر فقط على أقصى تقدير إذا مش أسابيع وتكون انتفاضة عارمة في مصر الناس تجوى احنا أيضا رننجو وما زل موصلناش الوضع المصري لكن ما نشبعات عليه بل بالعكس اليوم لو كنت نشوفه كنت نشوف فيه خبر قبل قليل صراحة تفاجأت وهو خبر من جهة يعني لا يرقى لها شك وش الخبر هذا يقول خبر هذا يقول تصنيف الدول العربية حسب مستوى الدخل التابع للبنك الدولي 2022-2023 ما هو التصنيف صنف الدول العربية إلى أربع جهات دول العربية ذات دخل مرتفع هي دول خليج ستة بلا ما نعود اسمها تم تعرفوها دول عربية متوسطة الدخل هي العراق وليبيا والأردن يعني العراق وليبيا اللي فيهم حرب في اثنين عراق محتلة وليبيا محتلة وفيهم حروب إلى آخر ذات دول متوسطة الدخل الدول العربية ذات متوسطة الدخل الأدنى هذه متوسطة الدخل الأعلى هي من؟ هي المغرب، مصر، لبنان، جزر القمر، موريطانيا، تونس، الجزائر وبعد الجزائر شكون؟ جيبوتي والأراضي الفلسطينية وبعدين كي ينصنف آخر دول دول ذات الدخل المتدني اللي هي سوريا، اليمن، الصومال، السودان كلها فيها حروب أي أن الجزائر في الحقيقة تأتي بعد مصر يعني في القائمة الثالثة اللي هي قائمة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى يجي على رأسها المغرب، ثم مصر، ثم لبنان، ثم جزر القمر، ثم موريطانيا، ثم تونس، ثم الجزائر ها هي الحقائق وهذا طبعا هذا منك دولي يعني مش رايح يغيرها على بسبب أو يعرضهما أو بالعكس يعني إحنا اليوم رناء تونس أفضل منها روح شوف دينار تونسي كم يساوي دينار جزائري دينار تونسي واحد يساوي سبعين دينار جزائري والناس خاوتي اللي رن في تونس يعرفوا هذا حتى الجنيه المصري هذا اللي ره منهار تماما يعني دولار واحد يدير عشرين جنيه مصري تعرفوا كم يدير الجنيه المصري بالدينال جزائري؟ عشر مرات صحيح العملة مش شرط كي تكون يعني قيمتها خفيفة معناها ضعيفة لكن هذه الدول عملتهم ضعيفة وهي قيمتها ضعيفة يعني قيمة وقوة وتأتي الجزائر بعد من؟ بعد جزء القمر بعد موريطانيا بعد تونس بعد لبنان بعد كل هؤلاء نعم لأن الدخل الجزائري متوسط الدخل في الجزائري هذا هو ربع ملايين معناها أقل من مئتين أورو في الشهر إذا افترضنا أنه متوسط الدخل ربع ملايين كثيرين طبعا ما يوصلوش لهذا الدخل كثيرين دخلهم هو الحد الأدنى أقل من مئات أورو زوج ملايين وكثيرين هذا خاصة نصحاب العقود إلى آخر يديه خمسة لاف وستمائة دينار خمسمية وستين ألف مش مبالغة أنا لما اشتابه من المرة اللي قلت اللي بعث اللي قتلوا لك غالد بلك خمسة وعشرين والله فوق له قال لي لا لا أستاذ هذه هي اللي يعطونا خمسة لاف وستمائة دينار في عقود ما قبل التشغيله مش كلهم بعض منهم يعني وكائن آخرين يدوا 16 ألف دينار 18 ألف دينار يعني قل من حد الأدنى يتخيلوا وش يدير لك هذا المبلغ يعني ومخرجين فنادق تكلموا على فنادق هذا الأيام خمسة نجوم قال لي 150 مليون للشهر 150 مليون للشهر بسعر السوق 7500 أورو يعني كونجيت منيش عارف في المالديب ما يكلفكش هاك في أفضل المناطق السياحية الناس ما شهر بيكلفهش 7500 اللهم إلا حاجات استثنائية يعني لكن في الجزائر في مدينة جزائرية بكل ضعفها وبكل ما فيها من كوارث يدير للناس شهر لفردين لزوجين يعني فقط مش لأسرة كاملة 150 مليون من يدخل هذه؟ يدخلها صحاب شكارة مش صحاب السطلير مش صحاب الأجر مش حتى التجار العاديين يدخلوها اللي يرفضوا بشكارة من البنوك يدخلوها الناس اللي ما يحسبوش ما يحلوه ما يحرموه ما يحسبوش اللي رغم يلقوا عندهم مرات مرات فضحوا بعضاهم واحد جنرال قاوا عنده 800 مليار بسنتيم الجزائري وما لا يعد ولا يحسب الدولار والور والذهب وإلى آخرهم واليوم بالمناسبة أيضا نقرأ في إحصاء خذوه 25 دولة في إفريقيا قال لك ما هي أفضل وجهات سياحية في إفريقيا خذوه 25 ما خذوش 50 خذوه نص الدول جاءت الجزائر في الرطبة 24 في إفريقيا يعني كان دولة واحدة فقط من هذه الدول اللي اختاروها باش يشوفوا اللي ورانا فقط دولة واحدة يعني دول مثل الطوق وبرندير وواندا إيب أفضل مننا بعاد بعاد وين رايحين هذي إحصائيات دولية وفي الغالب من جهات صحيح كان بعض الإحصائيات اللي ربعون واحد ما يخذهش مع الاعتبار لأنها ما عندهاش مصداقية لكن هذه اللي نكلمكم فيها واللي في الغالب نجيبها لكم في الغالب نتحرر اللي هي عندها مصداقية دولية يعني وين رايحين ولماذا يروحوا الجزائريين للتونس لماذا هاو مساحة الجزائري بتونس كم تعرفوا كم 15 مرة مساحة تونس مساحة مثل مساحة ورق لا تدير بتونس ثلاث مرات أو مرتين أدرار تدير بها خمس مرات أو اربع مرات أو طيب ما هو الشيء مع أن تونس بلادنا وخوتنا وشعبنا وحنا جعا شعب واحد كما نقول دايما عليهم وعلى الليبيين ومغاربة احنا كلنا شعب واحد لكن ماذا يوجد في تونس خاصة حاجة خاصة الجزائري بشواطئها ممتدة أكثر من تونس بجمالها الداخلي بعيدة على تونس 15 مرة المساحة بالصحراء فيها شيء عجيب يعني من كل الألوان حتى دخل الصحراء في تنوى في الصحراء من أهاجار إلى الجبال إلى الصحراء إلى الصحراء إلى الصحراء القاحلة إلى الصحراء المثمرة إلى أنواع متعددة الثلوج موجودة الثلوج وموجودة وروح شوف من جهة الشرق وروح شوف من جهة جيجل وبجاية ويعني جنات على الأرض حتى من جهة الغرب ويعني وش الفرق جزائر هذه المفروض وهي عاشر مساحة في العالم هذه المفروض راهي واحدة من أفضل التوجهات السياحية جزائريين ما روحوش للجزائر أغلبية الجزائريين خاصة مع السنوات الأخيرة تعال القهر ما يروحوش وكاين البعض يقول لكم نروح أسبوع نشوف الوالدين ولا أسبوعين ولا نشوف خاوتي ولا أصحابي ولا وبعد يروح يدير عطلة في بلد آخر لماذا؟ لأن الجماعة المتحكمة في البلاد ما عندهاش مشكل هي هي عايشة أصلاً في خمس نجوم وحتى فنات خمس نجوم مراتة عندهم على طول العام فيهم غرف وكيجوا يسافروا يسافروا إلى ما راعة عيون يروحوا يشوفوا يروحوا للمالديف يروحوا لطبعاً لكل البلدان لسويسرا، لبريطانيا، لسكوتلندا، لفنلندا يروحوا لكل البلدان ومارات البلدان اللي ربما نسمعوش بها وما نسمعوش بهم الناس بشكل عادي اشتركوا في القناة